كما تشوفوا اليوم احنا في المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة واللي شهدت انقطاع تزويدها بمياه الرية على اثر تعطب محط الضخ بتاريخ 17 جويلة 2023 وكما تعرفوا معانتها المنطقة السقوية هذية تقريبا تمسح في حدود 220 نكتار على منطقة طويلة ومنطقة وشتاتة اغلبها زراعات فصلية كما البطيخ والدلاع وكما الطماطم والفلفل واليوم نحن في منطقة وشتاتة ما هي معروفة بعديد القطاعات الحيوية كما تشوفوا معانتها أشجار القوارس وهو قطاع حيوي بطبيعه معانتها يمسح تقريبا في حدود 60 نكتار ايضا عندنا قطاعات اخرى كما قطاعات الكريمة المعروفة بها المنطقة اليوم حقيقة امامة وضعية صعيبة وصعيبة برشة اليوم كما تشوفوا معانتها أشجار القوارس من زالة ما تزودتش بمياه الرية منذ سنة الفارتة معناتها انتلاق الموسم كان بتعطب محطة الضخ ثم توقفها بالكامل اليوم فما وضعية صعيبة وصعيبة برشة اليوم الحقيقة كما تشوفوا معناتها الصور الوراية متاع الأشجار متاع القوارس اليوم القطاعات هذه يتمثل مورد رزق للفلاح اليوم ننتظره في الحلول والحلول العاجل خطر رون نهار بحسابها مع ارتفاع درجات الحرارة مع تغير المناخ اليوم اللي تشهد فيه المنطقة متاعنا ومع تمدية نفذة ككل اليوم في أمس الحاجة لإيجاد الحلول اليوم الفلاحة الكلها معناتها تنتظر بفارغ الصبر لأنها المنطقة هذه هي منطقة فلاحية بامتياز المنطقة هذه الأساسة متاعها هو الفلاحة اليوم الفلاحة كما تشوفوا معناتها الدورة الاقتصادية الكل تقريبا توقفت تماما ثم شال الكامل على مستوى المناطق السقوية هذه المذكورة والطلبة متاعنا نحن كمجامعة تنمية نطلبوا بإيجاد الحلول الحلول العاجلة لإيجاد معناتها حل جذري لهذا الإشكال إن شاء الله في أقرب الأوقات وإن شاء الله يتمكن لفلاح من إنقاذ الموسم الفلاحي في الصيفة هذه وإن شاء الله تكون معناتها رسالة وسط